يا بكر احنا هنخلص بقية الجمهورية خلال اربع شهور ان شاء الله طيب انا بس كان ده مهم ان احنا نعرفه عشان الناس تسمعوا مننا ان احنا هنخلص الجمهورية بالكامير خلال ربع شهور تمام يا فن وانا بس خليني يعني اشكركم جميعا كل اللي سام فازة مشوهة دكتور مصطفى وكل الوزارات المعنية بهذا الامر وده كان حلم حلم نبيه من من سنين طويلة فاتت يعني والحمد لله ربنا وفقنا ويعني خلصنا تقريبا وانا بس عايز اقول لكم على حاجة في كل المشروعات اللي زي كده يمكن كتير من اللي بيسمعونا بيشوفونا يمكن مكونوش متصورين ايه اللي ممكن تقدموا المنظومة دي للدولة المصرية وللأداء والجودة الحياة والحوكمة البيادات وسلامة الإجراءات وكلام من هذا القبيل ويمكن ده يمكن محتاج مننا ان احنا في الاعلامية نشرح اكتر ونفاهم ناس اكتر لما اتكلم على يعني من غير ما اخش في تفاصيل كتير يعني يا بكر تمام لما بنتكلم على تأمين بيانات وتأمين اتصال احنا بنتكلم هنا على حاجات فنية يعني يعني مش عارف اقول يعني الدكتور مصرفة بقول لي معقدة ما انا عايز اقوله هي مش بس معقدة بس دا هي حجم التعمين اللي فيها قد يصل لنسب عالية جدا جدا مش عايز اقول مية في المية عشان ما بقاش بكلم ولا يا بكر تمام يا فندي يعني الكلام اللي معمول فيه كلام مش حتل خالص تمام فيها او اعاقتها او او اطعاها تمام يا فندي يعني بس هو دا النقاط اللي احنا محتاجين نفهمها للناس كتير مننا كان يقول لك ان والله كان فيه حاجة حصلت على الطريق وما درش وحدش سمعني وحدش جالي اللي بعدها بساعة ولا ساعتين او مش عارف حريقة حصلت في حتة وعبل ما جلنا اخدوا ساعة ولا ساعتين دا طبيعي مش حقول دا طبيعي ان يحصل كده لان الكلام اللي بتعمل هي انه لما يخلص تماما على مستوى المحافظات هيبقى انت متقرر هيبقى فيه مركز عاملات صغير يعني دا هين المركز عاملات الرئيسي اللي هو اللي الدولة بتشوف به بعضها بتشوف به كل المحافظات وتشوف نفسها به وبتسيطر به هلبان او البلاغ الواحد اللي حيتقدم من محافظة زي محافظة مثلا الاسماعيلية لقصر اي حاجة هيبقى فيه مركز صغير يشرف ببرده بالعناصر الست اللي احنا نتكلم عليه الاسعاف والدخلية او السحة والدخلية والبترول وغيره موجودين عناصر برضو على مستوى المحافظة والمحافظة الكلام دا متصل بالمركز الرئيسي قالي مش كده برضو هبقى فاحنا شايفين بعض شايفين اللي بيحصل في الدولة ونقدر نحشد الموارد سواء من داخل المحافظة اللي فيها مشكلة او الدولة تقوم بحشد موارد اخرى لو الامر متطلب اكتر من طاقة المحافظات انا بس عايز اقول نقطة مهمة جدا هنا احنا كنا بنقول اللي هو مايكانت والحكومة الزكية وبقول احنا كان فيه كلام اتكلمنا فيه من حوالي ثلاث سنين على ان احنا في المدن الجديدة في المحافظات المختلفة بنعمل المحافظة الجديدة وهنا ان المحافظة الجديدة هبقر معلش هتبقى برضو مميكانة متصلة بالحكومة في العسامة الدكتور مصطفى فارجوا ان احنا واحنا شغالين ننتبه ان احنا عشان بس من نعملش الزواج في مراكز التحكم اللي انتوا هتعملوها يعني فأنا بشكركم بشكر كل من ساهم في المشروع دوت وبرضو بشكر الجهد الكبير وبهني احنا قلنا كلام ده قبل كده من اكتر من سنة لما اطلقنا القمر لكن ده كان اول مرة يكون لمصر امر اتصالات خاص بها تمامي فان قلنا ما كانش موجود قبل كده كنا بنعتمد على طبعا طبعا ده متاح بالمهم اول انا اقول برضو ان الشغل اللي هنا مش شغل الشغل اللي هنا فيه شغل تجاري ممكن يحقق موارد يمكن بكر ما شارش لها باستفادة يعني لكن ممكن يحقق موارد كويسة لتقديم الخدمات دي للقطاعات المدنية وال يعني والمستثمرين والقطاع الخاص اللي هو يهم ان ياخد خدمة بهذا المستوى وبهذه الجودة أنا بشكركم وألف مملككم بالتوفيق شكرا جزيلا